مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة الاربعاء من كل اسبوع في معالي المواطن بعنوان المناظرة مناظرة بناءة ايجابية موضوعية بهدف الوصول الى حلول ومقترحاتهم ومبادرات تساعد صانع القرار في مصر على اتخاذ قرار وتشريع قوانين الاسبوع اللي فات كان الاسبوع الاول من برنامج معالي المواطن واتكلمنا في حلقة حول شكاوى سيدات مصريات كثيرات الاف السيدات من مسألة احتجاز اطفالهن لدى المطلق لدى طلقها يعني بمعنى ان بيكون الام معاها طبعا حكم حضانة لان قانون الاحوال السخصية بيقول حضانة للام حتى 15 سنة للابناء يعني فبيكون معا حكم الضم والحضانة الاب ممكن يخطف الولاد او يحتجزهم ويسافر بيهم برا او جوة مصر ما تقدرست تشوفهم الام تاني وما تقدرست تنفذ الحكم اثناء الحلقة وقبل الحلقة جالنا سيل من الاتهامات مجدي ومعالي المواطن منحزين للمرأة وليه ما بيعرضوش مشاكل الرجال المطلقين اللي هما بيشتكوا دائما من مسألة حرمانهم من حق الرؤية فقولنا على الهواء مباشرة هنا ان الاسبوع الجايح هنستمع لاراء كل الاطراف وهنحاول نوصل لحلول ومقترحات ايضا فيه زي ما حضرتكم عارفين ان الطلاق موجود فيه كل مجتمع في العالم كله طالما فيه زواج ففيه اكيد طلاق وطالما فيه طلاق يبقى فيه تشريعات وقوانين تنظم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق كل طرف والاهم فيما يتعلق بحق الاطفال الاولاد اللي هما مستقبل مصر اللي احنا بنناقش القضية دي الاسبوع اللي فات والاسبوع ده من منطلق الحرص على مصلحة الابناء في المقام الاول عشان ما يطلعوش معقدين عندهم مشاكل عندهم ازمات محرومين من اب او ام لازم يعيشوا في مناخ واجواء سوية جدا في ظل تعدد التشريعات والقوانين اللي طرأت على قانون الاحوال الشخصية على مدى عقود طويلة جدا حصل اختلافات فجهات النظر بين الطرفين الاب والام الزوجة والزوج المطلقة والمطلق بقت في حوارات واجدالات كثيرة جدا ترجمة نانسي قنقر